رجعنا لكم مرة تانية معنا في الستوديو كابتن يهب المصري نجم المصري البور سعيدي والمقاولين الأسبق وحطوا تحت المقاولين الأسبق دياً يعني كم خط كده كنا لسه منتكلم على ذكراتك مع كابتن محمد صلاح أول جون هو جابه في المقاولين كان آخر مطش ديك في المقاولين آه بالزبط يعني هي طبعاً المقاولين الأول وعكاة المصري هي الفترة لأن أنا من ناشئين نادي مقاولين العرب فحاجة تشرفني طبعاً أكيد فأول هدف محمد صلاح كان مباراة المقاولين السويس في دوري 32 في كاس مصر في السادي السويس الجديد وكان هو الأول هدف لي وكان آخر مباراة لي مع نادي المقاولين العرب وبعدها انتقلت أو قبل المطش بالليل انتقلت للنادي المصري بورسعيدي في صفقة انتقار الاسمية كانت في الوقت دا كانت بمبلغ كبير جداً بس هو كان أول هدف لي وهو يعني بالمناسبة هو من يعني شبيه جداً لأهدافه مع ليفربول دلوقتي إنه هو استلم وأنا فاكر اللقطة كمان هو استلم وأنا رحين 3 على 2 فأنا بحاول أعمل أوفرلاب من وراه بعدي من وراه كان هو جاب الجون خلاص يعني هو بسرعيته طبعاً لسه بليف رح هو استلم بشماله عادة رح حطها بالخارجي أول معادة داخل الـ 18 المولين في 2010 تقريباً كان كسب بطولة أبطال الأفريقية تقريباً لا أخر بطولة دا كاس الكوس الأفريقية 96 سودي جراف المولين العرب سودي جراف 4-0 في السادة القاهرة كابتن علي عشور هدفين وكابتن محمد عودة هدفين وده كانت المباراة الأولى اللي حضرها النادي المولين العرب وبعد كده انتقلت الرسمية يعني دخلت اختبارات النادي المولين ورحت كاس مصر 2003-2004 كاس مصر 2004 من نادي الأهلي وكاس السوبر 2004 من نادي الزمالك وإحنا في الدرجة التانية الممتازة به مع كابتن حسن شهاتة يعني النادي المولين العرب تاريخياً هو الثالث فريق في مصر من حيث البطولات ضمت لك كمان المتخب كابتن يا آه موسم 2009-2010 مع كابتن حسن شهاتة تصفيات كاس العالم 2010 في مجموعة ترواندا والجزائر وبعد كده قبل كاس العالم للقرات كنت منضم المنتخب في الوقت ده وقبل بطولة أفريقياً 2010 فالحمد لله يعني كان ده أولى أروع للمنتخب كله يعني هي الفترة دي 2006-2008-2010 يعني عشان كده الفترة دي كان لسه سني برضه صغير وعشان كده أنا كنت بنافس على هداف الدوري 2009 أو أحرصت كمان لقب هداف الدوري لكن في مشكلة حصلت كده كان 12-12-12 إيهاب المصري وفلاوفي وبابا أركو فيعني الحمد لله في الفترة دي اللي كان يخش أو يتواجد في وسط المجموعة الكبيرة جداً ولعيبة للقرى الكواليتي العالي جداً كان بيبقى إنجاز كبير جداً فالحمد لله الواحد قدر في وقت صعب جداً وفي وقت كان صعب على أي حد التواجد في وسط الكوكبة دي طبعاً ما كانت حسن شحية طبعاً لا وخط هجوم يعني خط هجوم كالناري يعني كنت عندك متعب طبعاً كباية تنكبار كلهم لهم كله اللي احترام والتطبيق عمر زاكي جده ميدو زيدان محمد محسن أبو جريشة أحمد عبدالغاني أحمد عبدالرقوف طبعاً بقولك أسامي ما احترام الكامل بالفرقة تشيل فرقة بالضبط ما احترام الكامل لكل فراودة الدوري المصري دلوقتي كل اسم أنا قلته دلوقتي يقدر ياخد هدف الدوري وهو قاعد في البد من دلوقتي الفترة الحالية دلوقتي لا كل واحد يقدر يشيل فرقة لوحده